السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متتبعي قناة شهيوات فطيمة مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدود قبل ما غادي نبدا معكم وصفة اليوم فكنت وجه بالشك الجزيل لجميع الأخوات اللي سئلوا عليها في هاد الفترة اللي غابت فيها فكنقليكم بارك الله وفيكم للايخطيكم وشكرا لكم بزاف بالنسبة الوصفة اليوم إن شاء الله فغا تكون عبارة عن حلوة المايزينة حلوة جليدة شيشة بتزيين بسيط والنتجارة وعاكف ما تلاحظوا معي على الشاشة كانت مننا إن شاء الله وصفة اليوم تنال إعجابكم فدبا نخليكم مع الوصفة وفرجة منتعة فبسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات عندي قبسة صغيرة من الملح بيضة كاملة 250 غرام من زبدة مالقارين تكون بدرجة حرارة لمطبخ يمكن لكم تعودها بزبدة حيوانية إلا كانت متوفرة يكون أحسن وعندي الضقيق حسب تجانس الخاليطة عندي كأس مملوء من نشا الدراء المايزينة كأس بقياس كأس العنبا وعندي كأس يعني تقريبا إلا ربع من السكر ناعم أي السكر غلاسي وعندي كأس من زيت نباتية عندي خنيشة من بيكن باودر أي خميرة الحلويات وعندي خنيشة من سكر مناسة بالفانيليا ما يعادل سبعة حتى سبعة ونصف قرام وتنسي ما كأتبقى حسب الضوء ديركم يمكن لكم تنسموه بأي نكاكة فطلونتومة فهنا بسم الله كنناخد البيضة كنضيف عليها السكر السكر مناسة بالفانيليا وقبصة صغيرة من الملح وأيضا السكر ناعم أي سكر غلاسي كنضيف عليها ديك الكمية من الزبدة مايو عاديل 250 غرام كنحاول ندمجات المكونات جيدا مع بعضياتهم فمن الأحسن الزبدة تكونوا بدرجة حرارة لمطبخ كلما كانت يعني بدرجة حرارة لمطبخ كتكون لينة ورطبة فمن كتبغيوا تجمع الخالات ديركم كيجيكم سهل وما كتتمحنوش مع العجينة بسهولة كتجن هادي لستعنتو بليد ديلكم أما لستعنتو بآلة العجن فكتكون سهلة في جميع الأحوال فهنايا كان ضيف ذاك ربع كأس من زيت نباتية وكان بدن نجمع لكل جيدا ومن بعد كان ضيف نشاء الضراء الميزينة على هادي الشكل يمكن لكم تقاسو بكأس العنبة أو أي كأس مطفرن عندكم ماشي شرط كأس العنبة كأس كت يعني السيعة دياله ما تفوتش ميتين جرام أو لميتين ميلي من بعد ما كان خلط الميزينة أو لنشاء الضراء مع الخالط الأول جيدا كان بدن نضيف الدقيق تدريجيا ما تضيفه وجدو فعتين واحدة فالدقيق ضفوا بشوية بشوية وانتوما كتجمعوا العجين ديالكم إن فكتبلكم العجين بدت كتتتماسك فكتضيفو الخميرة الكيماوية الخميرة ديال الحلوة ودقيق كتضيفو معها بالقياس يعني يا ذيكلا مرحلة آخرة كتنتابو جيدا باش العجين ديالكم ما تجيش ليكم صلبة أو لا قاسحة فهنا كان بدن نجمع لكل جيدا كتجمعها بأطراف الأصابع حتى كتتحصلوا واحد العجين كتكون لينة ورتبة على ديال شكل اللي كتلاحظوا معي كتجمع في اليدين ما تقصحوهاش يعني يديروها تكون عجينة رطبة هنا يكن جيب لاطة اللي كان تكون دهنتها بقليل من زيت نباتية وكان بدن نشكل قويرات كتكون يعني كتكون متوسطة الحجم كتشكلوا غريبة على هاد الشكل صفيوا من بعد كتتحدثوا فيها واحد طقب في الواسط أنا نستعانتوا بالجرارة كيف ما كتلاحظوا معي من بعد ما كان غمسها في القليل من الدقيق مشاكدا يعني كتأخذوا رحتكم اللي كتبتشكلوا هاد الطقب على هاد الشكل كتضغطوا قدراء المستطاع صفيوا كتوضعوها في اللاطة كتبقوا غادين على هاد المينوال حتى كتكملوا الكمية اللي عندكم كاملة بالنسبة لي أنا فهاد العجينة أو لهاد المقادير اللي استعانت بيهم أعطاوني 55 حبة مضبوطة من الحلوة من أولا من الغريبة فكنبقى كيف ما كتتحضوا معي عغادية كنشكل كبيرات بالنسبة للميت المبتدئات فإلا بغتوا تضبطوا يعني جيكم غريبة بنفس الحجم فكتعبروا في الميزان اللي كان عندكم يعني كتتأخذوا ميزان وكتتوزنوا في كل حبة من الحلوة ما بين 18 حتى 20 جرام يعني حجم متوسط ستبقوا وغادين حتى كتكملوا الكمية اللي عندكم وكتتعملوا هاد طقوب كيف ما كتلاحظوا معي في الواسط على هاد الشكل يعنا من بعد مشكلتهم غنا نعود نضغط ثاني عادة باش تاني غادي ندخلهم يعني هادي أول مرة يعني الفران راه سخون غادي ندخلي اللاطا وبما أنا وضعينا خنيشة من البيكند بودر أولى الخميرة فهذا يعني ذيك الطقب اللي وضعنا نضغطو علي جيدا لان في الطيب غاين تافخلينا واحد شوية هتلاحظوا معي بأنني غادي نخرج اللاطا وغادي نعاود نضغط واحد شوية علي باش كان يندخلها تكمل الطيب دياله باش اكدا كتب قاعدنا ذاك الطقب في الواسط باش يمكن لنا نوضعو في يعني زين ديالنا أي حاجة بغادي تزينوا بها مثلا أنا كيف ما هتلاحظوا معي فغادي نزين بالفول السوداني والكرامي المخلطين مع بعضياتهم يمكن لكم انتو ما تزينوا بشوكولاتة او لا المهم كيبقاء لحسب ذاك شي لم تتوفر عندكم أنا اختاريت هتزين وانتو ما حسب الرغبة ديالكم فكيف ما كتلاحظوا معي يعني الحلوة ديالي طابت تقريبا واحد شوية نص طيبة بل يبي ان ذاك الطقب كيف ما كتلاحظوا يعني تنفخ مع الخميرة لهذا خرجتها من الفرن وبالجرارة او لبا ديال يعني ذاك ال الآدات اللي غادي نستعنوا بها باش تعملو ذاك الطقب في الوسط كنعاون الطقب تاني مرة اخرى وكندخلاكها تكملتها وعدا باش كنخرجها من الفرن بالنسبة للحشوة اللي غادي نستعن بها في الوسط فاقول لكم الكريم كراميل او لا الكراميل وايضا الكوكو او الفول السوداني فعندي القليل من الماء نقوله تقريبا ربع كاس وعندي نصف كاس من الكريمة السائلة يمكن لكم تعودها بالياغورث بشكل طبيعي او الحليب حسب المتواجد وعندي كاس من السكر الخاشين اي سكر سنيضة وعندي نيل قليل من الفول السوداني اللي كيكون يعني محمر مسبقا وكيكون مهروش على هاد الشكل يمكن لكم تستعنوا باي نوع من المكسرات متوفر عندكم مثلا الفسطق او للبندق او للوز حسب المتوفر انا استعنت بالكوكاو اي الفول السوداني بالنسبة للكأس فكتوحدو الكأس اللي كتقسو به كل المكونات وانتوما اي كأس قستو به فكتقسو به كل المكونات باش هكدا كتجي معكم الوصفة مضبوطة فهنا على نار كتكون متوسطة كنوضع كسرولة كنوضع فقها ذاك السكر وذكروا باع كأس بين الماء وكنحاول نخلط يعني غير بدون ملعقة كنخلط لكل جيدا على هاد الشكل حتى كتبلل لي كمية اللي عندي من سكر الخشن بالماب وكنخلي على نار متوسطة حتى كتبليكم يعني هديك الكمية من السكر بدت كتتغلى يعني كتتغلى كتوصل درجة لغلايا وكتبلي على هاد الشكل كغامليزي هنا يملك بليكم دا كلهم كغامليزي فاتح فكتضيفوا عليه القشدة السائلة اولا الكريمة السائلة الحليب اولا الياغورت الطبيعي حسب المتواجد باشاكدا كيجيكم ذاك الكراميل اللون دي وما كيجيش باكيت تحرق لكم شو كتجي معكم الوصفة ناجحة هنا كنخلط جيدا حتى كتبلينا اي يعني اي تكتلات من بعد ما كتوضعوا يعني ذاك الكريمة كتبقوا كتخلطوا اعتقدوا بلكون جيدا على هاد الشكل صافي اعادة باي اشدابوا غدا نضيف المكسرات انا استعد بالكوكاو او لما يسمى ايضا بالفول السوداني انتم كيفما قلت لكم يمكن لكم تستعنوا باي نوع من المكسرات المتوفر عندكم صافي انا خلط هاد المكونات جيدا مع بعضهم صافي انا كيسبح لاندي يعني الكراميل بخلط مع الفول السوداني فصراحة كيجي لديد يعني هو تزيين بسيط ولكن صراحة كيعطى واحد كيعطى واحد اللدات دي الكراميل مع الكوكاو كيجي لديد بزاف كيتمشوه مع بعضياتهم هنا يا كلمدة كن ملأ ذوك الطقب كيفما كتلاحظوا معايا يعني هادي من بعد ما بردت لي الحلوة تماما زولتها من اللاطا وضعتها فوق بلاستيك غدائي كيفما كتلاحظوا معايا صافي ملأت هادو كل الطقب او الفراغات بالحشو ومن بعد زينت بخطوطة من الشوكولاتة اللي كان كندوبتها على حمام مريم وخففتها ببضع ببضع قطارات من زيت نباتية صافي وزينت على هاد الشكل كيفما كتلاحظوا معايا خطوط بالشكل دا كنعطي واحد الجمالية للحلوة ديالي فمكوناتها بسيطة وكتحضر بسرعة كتجي لدي دا في المضاق انت من شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم فإلى عندكم اي اقتراحات الوصفات او لا يعني اي حاجة واتنو احضرها معكم في الفيديوهات القادمة فمعليكم واردخلوا هلية مكتوبة فخان التعاليق عندكم اي انتقادات فمرحبا بانتقاداتكم وايضا تجاعاتكم كنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله الى حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة